السلام عليكم. سنبدأ. طلاب العزاء. السلام عليكم. ها نحن أخذنا محاضرتين اللي هو أوجانيسيس والسبرماتوجانيسيس. سنكملوا بياكم. قلنا نحن نكوزكم وخلوها على صفحة الكوز هسا. انتبهوا على المحاضرة هاي كلش مهمهم. نكمل عنا هاي المحاضرة شوية مطولة. وراها ان شاء الله أخل الكوز على السبوع الجاة أو الورق. جاي. هسا نبدأ. احنا قلنا المحاضرة الأولى كان عبارة عن شنو عن الأوجانيسيس. وبعدين السبرماتوجانيسيس محاضرة الثانية. يعني صار عندي أوه سايد وصار عندي سبرماتو nimet. هسا راح نبدي نحاول نشوف ال first week of development. اللي هو after ovulation. صار عندي ovulation. صار عندي أوفم تيطلع. وراها صار عندي أوفم ناطجة خلو نقول أو أوجايد. وعندي سبيرماتوسايد حاضرة يصبح عندي فرتليزيشن هسا هالمرحلة مثل أوفوليشن لحد الفرتليزيشن راح أشرح لكم نبدي لازم تخلون ببالكم أكوتو هرمونس أين نصفة يعني نصفة شون طالع نصفة خالي نشوف هسا هذا المحاضرة الأولى قصدي السلايد الأول طالعتكم كله كاملة دكتورة أعتقد هم سويزون أيهو خطيئ فهس احنا قلنا أهم هرمونين هم ال-LH وال-FSH خلوا ببالكم طلاب ال-FSH وال-LH بالميل وبالفيميل بيناتهم أدهم أدهم regulation of the cycle لا حيكون عن طريق ال-FSH وال-LH سبيرماتوجينيسيس وسبيرميجينيسيس هم under effect of FSH and LH طبعا هو نفس الاسم بالميل وبالفيميل بس كل واحد شغلة واحد بالميل يكون شغلة واحد بالفيميل شغلة واحد هسا نحجة على الفيميل لازم تعرفون ال-FSH معناته شنو follicular stimulating hormone ال-LH لتينازين هرمون زي هذول يجو من البيتتري طبعا قبل أنتو هذا كفيزيولوجي تعرفون أول شيء من ال-hypothalamus يجيني gonadotropin releasing hormone هو هذا ال-RH بكل hypothalamus يطلع يعني مثلا thyroid releasing hormone growth hormone releasing hormone هي تشيء يبدي من ال-hypothalamus يحفز للبيتتري يقول لي يلا نريد gonadotropin ال-gonadotropin نحن شنو ما FSH و LH هذول يجون يشتغلون على المن يجون يشتغلون على الأوري وإذا ميل يشتغلون على تستس هس إحنا ده نحجة على الفيميل يشتغلون على الأوري يصير عندي estrogen and progesterone هالهرمونين هو الساكل عبارة عن estrogen وprogesterone هذا الصعد هذا نزل هذا صار peak هذا صار low صار men's drop هذول صار men's وهكذا إذن عندي هذول يشتغلون على الساكل هسا نبدأ بداية الساكل يعني أنسا عندي puberty at the beginning we have 15 إلى 20 primary follicles are stimulated to grow under the influence of FSH أول واحد يجي البطل FSH FSH follicular stimulating hormون يجي يقول يلا قوموا كبروا يعني يريد نوضوج يريد follicle follicle نك يكبر الفollicle only one reaches full maturity مرات واحد مرات اثنين سرون اثنين يعني one or two مو أكثر بس و 15 إلى 20 يبدون سوى during this period follicular cells when grow they produce estrogen which leads to these following هسا انتبو كان عندي تذكرون الأيج ميجي واحدة الأيج يكون داخل بيته البيت عبارة عن سمي ovarian follicle والأيج نسمي oocyte الأيج كان عندي عبارة عن شنو عبارة عن primary oocyte والبيت عبارة عن primordial follicle ومثل ما عودتكم قلت لكم primordial يعني بداي ايشي شفتو بداي نسمي primordial حتى الجنف سمي بداي نسمي primordial بعدين يتحول إلى spermatocyte والسوال زين primordial follicle عندي هسا يبدل افسي شي يسويلي من primordial إلى primary إلى secondary إلى mature قصدنا شنو قصدنا عالبيت مو قصدنا عالأيج اللي بداخلها في دائمنا البيت يكبر بداي single layer بعدين صار multiple layer بعدين جفلود شوي صار entram وبعدين صار عندي mature follicle هاي المراحل ما التحويل primordial follicle إلى mature follicle نسمي follicular face هاذا follicular face من يحفز ليا اثناء ما يكبر عندي البيت مال البيضة هاذ اللي كبرت وكانت layer واحد صار multiple layer وصار عندي inner outer layer هذول follicle شغلهم شنو دول supporting سيل فلازم عندهم شغل لازم يساعدون البيضة شنو شغلهم هرمون releasing هرمون دولي ينطيني هرمونات سواء كان أول بداية الميس يعني السايكل سواء كان أخير السايكل هس دا نحتي احنا من يكبر البيت الفوليكل سيلاح ينطيني هرمون أول بداية ينطيني استروجين هس آني دا أحتي لكم من بداية الميس أول ما يبدأ خلي نقول رح يبدأ شي دي دي هاي الفوليكل دا تكبر وعندي استروجين دي أنا ما أريد ثق endometrium أريد endometrium يساعدني السبير حتى يدخل هذا أول شي ثانيا thinning of cervical mucosa to allow passage of sperm يعني أنا أريد sperm يدخل طبيعي أنا أريد fertilization هذا مساعدة شنو الإستروجين يعني هذا الميكوس ثق ما يقل يصبح thin ميكوس ما يكون thin ميكوس passage of the sperm رح يكون ثلاثة stimulator pituitary gland هنا عندي feedback هذه بالفيزيولوجي تأخذون كل هرمون يرجع على origin مالته يعني أنا يستروجين مني يرجع علي من يرجع على pituitary يعني يستروجين مني يفرز الأوفري مو داخل أكو فولي كله يفرز لي مني يكون نسبة عالية يوصل في المستوى فما فوق هاي المستوى مني يوصل يسوي لي feedback علي من على origin يقول لي مثلا feedback ميكارز ما تنسمي يقول ريد ال ليش لأن صار مثلا مستوى مطلوب يعني مثلا خلي نقول مستوى 150 خلي نقول وصل 150 الإستروجين إذن أوكي هذا كافي يلا ريد ال فمن يحفز هذا الفيد باك الإستروجين اللي هنا صار عندي هواية بمرور الزمن بمرور الأيام وصل الفتحات يرجع يقول يلا نريد شنو هالمرة نريد ال ال يعني كان عندي فسج صار عندي ال وصلنا للم سايكل ال رح يزداد أكثر شي من الم سايكل يعني أول اسبوع الفسج عندي ثاني اسبوع ال عندي زي بالم سايكل there is an ال سرج نسمي مصطلح ال سرج فجأتن ويبقى عالي هذا ال سرج شنو فايته ليش يعني هذا صار عندي فيدباك وحفز ال ال السرج كبر ال بيت مال بيض وصار عدي استروجين لنشوف ال سرج شنو فايته ال سرج سوي أول تذكرون كيلنا يبقى خطيئة هي جك من هي أمبريو جنين بطن أمها هي عادة برايماري أو سايد أرست الميوسس 1 ما تكمل الميوسس لحد الأوفيليشن زين الأوفيليشن من يحفز إنه يكمل الميوسس 1 ميخام لنايمة الإيرج مو زادت وصلت من البتريقلات تجي تقول يلا قومي من نوم تج كامل الميوسس 1 ودخلي بالميوسس 2 زين كامل الميوسس 1 دخلي بالميوس 2 هذا الإيرج سوالي بعد شي سوالي إيرج stimulate production of progesterone by follicular cell حمئجين للفوليكولر سيل خلال مساعدة الفوليكولر سيل هنا بالبداية أول أسبوعين سوالي أستروجين هسا الإيرج يحفز الفوليكولر سيل يقول يلا فرزولي غير هرمون مارد بعد أستروجين أريد progesterone إيش فرزر البروجيسترون ثلاثة causes follicular rupture and ovulation منصر عندي progesterone وصار عندي إلج هوية رحي ساعد لي الوال منت الأوفري حتى يطلع من مكانه نسمي عملية أوفوليشن بعد هاي إن شاء نوصل بالتفصيل هسا نجي هنا هسا نجي بالتفصيل ما تل أوفوليشن هسا قلنا وصلنا إحنا متسايكل وده تتخيلون أنتوا ويايا شون يشتغلون طلاب ويايا مو طلاب دكتور أي عند تتخيلون شون أنا أريدكم تصيرون ويايا حتى تنتبهون شون يصير العملية كل عبار عن فهم هسا وصلنا أوفوليشن دور مستسايكل هسا وصلنا إلى السير شون صار عندي ربش ربش وطلاع الأوفم واحدة هنا راح يصير عندي digestion of the collagen fibers surrounding the follicle داخل الأوفري فلازم تطلع إذا أوش دائجش لل fibers اللي دائر بداير increasing بالprostaglandine level يسا ولي muscular contraction وهنا هاي الحال prostaglandine من يزداد يصير عندي pain فدائما يقولوا والله من cycle pain هذا pain normally دليل أوفوليشن فعن مرات من يجون للسنتر الانفيرتوريتي سنتر أسألهم day 14 day 13 مرات 15 عدكم pain ايه دكتور عندنا pain مثلا lower abdominal pain radiated to the back يا هذا مو زين هذا زين هذا دليل انه عندي شين عندي ovulation ليش صار عندي هو prostaglandine اللي يساعد على muscle contraction بالwall of the ovary هذي يساعد على expulsion of the ovary with the surrounding follicular اللي يسمي cumulose ovary يعني مو كل follicular تبقى مجموعة دائما دار الوفر تطلع وياها زين البقية داخل البيت لا دول يبقون يبقون بال ovary ما يطلعون إذن فالبيض راح تطلع ويا cumulose ovary مجموعة follicular سيلا راح وين راح داخل follopian tube they then they rearranged themselves around this zonopelocida forming corona radita بالبداية كانت داخل البيت ممرتبة البيضة داير مدار zonopelocida وفوقها مجموعة خلاي سمينها cumulose ovary زين وفورس يعني بيضة cumulose يعني مجموعة البيضة خلي نقول حاشية البيضة زين من طلعوا سووري arrangement يعني رتبوا نفسهم لأن شافوا اكو environment ما كو بيت ما هنا راح يكون بالخلاء راح يكون داخل الكافتي فذول يرتبوا نفسهم صاروا layer سموهم corona radita ونفس follicular cell نفس الخلاء المساعدة رتبوا نفسهم صار شكلهم corona radita على شكل أشعة الشمس هسا نجي البقية التكملة مات البيت شي صير بي دول يخلين شو شي صير بي after ovulation نسح ننتو تخيلتوا الأوف مطلع وهي الحاشية مالتها راح تون بال ovary tube داخل tube هي هسا بال ovary داخل ال ovary كان البيت مالتها البيت مالتها شي صير بي The remaining granulosa cell وgranulosa معنات follicular cell نفس المعنى remaining granulosa cells from the wall of the ruptured follicular together with cells from TK interna under influence of LH بعد منو عندي السيد السيد عندي ال LH مثل ما قلت لكم هسا ثاني اسبوعين أول اسبوعين إفسي كان السيد ثاني اسبوعين ال LH عندي السيد هنا يقول ال LH باخي بعدها ينفرز ونسبتها يقول لي تحولوا إلى شنو إلى corpus luteum هنا هالخلايا develop a yellowish pigment change into lutein cell تخيل من اسمه يتغير من granulosa cell أو follicular cell إلى lutein cells which forms the corpus luteum and secures estrogen and progesterone إذن هنا هذا البيت اللي بقى تحول اسمه إلى corpus luteum أو جسم الأصفر بالعربي شي سوي لي حتى يغير لليوترس حتى تكون اليوترس مستعدة في الاستقبال البيضة مالتنا اللي راحت للتيوب سفتهمنا شوفوا خلق الله شونه فهنا صار عندي سكريتري سكريتري ستيج هذا ستيج جات متى اليوترس آخر سلات موجودة فأول شام البيض اللي استروجين سوا ثاني ستيج اللي بل اسبوعين البقية متى السايكل ثاني اسبوعين خلين نقول السبوع الثالث والرابع يعني after ovulation راح نسمي سكريتري ستيج اللي منو يسوي سوي البروجيسترون عكس الاستروجين هنا راح يكون عندي ثيك ميوكوس بتاهمنا هذول بالعكس راح يصيرون ليش احنا ما نريد نحافظ على الطفل اللي صار سواء كان الطفل أو ما عندنا طفل ما ما يهم هو دي سيشغل ما لا بيحافظ على الطفل الفرتلازيش مو يصير سبها فترة هو هذا لازم عندي استعداد لاستقبال الطفل بكل شهر عدي نفس التغييرات بيستعد وإذا صار ما صار وما لعلاقه مستعد الفرتلازيش لا يحدث نحسب 9 أو 10 يام ورا الفرتلازيش هسا يقولكم هاي شون أرف اكو فرتلازيش لو ما كوش مدري ايا منو قليل توقف منو قليل توقف من البروجيسترون مشوف هي إفراز البروجيسترون رح تضل بالحمل إذا هي المرة حاملة وصار عدها فرتلازيش رح تضل عدها بروجيسترون لحد 4 تشهر وراها البلاسنتة يحافظ لعا البيبي زين منو يسوي البروجيسترون أول شي الكوربس لوتيا بيت البيضة مالتي زين هاسا هاي تفرز البروجيسترون حتى 9 ايام 10 تقول على شنو أنا هل قد أصرف بروجيسترون ما أكو طفل كافي من ما أكو بروجيسترون رح يتحول اسم الكوربس لوتيا إلى كوربس البتان يعني يصر بي لوتيا لائسس mass of fibrotic scar تشو إذن هنا شي يصر عندي بروجيسترون يقل سبسي كونت لكل ليست منسترش لأن ريمينسترش تيام حاد ها تسعة تيام ما كو خلاص ما ريد بروجيسترون أوك في من الثيكن of the mucosa وراها يبدي عمليات فات أربعة تيام ورا أربعة تيام يبدي المنسترش زين احنا شفو أول شي هنا عندي pre-ovulatory follicle يعني هذا يريد ovulation حاضر جاهز ال-ovulation واصل يم ال-wall mat هنا هذا ال-ovum ال-oocyte primary oocyte مثل ما قلت لكم أول ما يطلع يكمل ال- primary يدخل بال- secondary زين أوك صار رابتر وهذا الباقي هشوفوا هنا أكو مجموعة follicle وخربطات من يطلعون وياه بعدين رتمون نفسهم يصيرون هذا الحاش إمالتها وبعدين تشوفوا هسا بالصورة ثانية تكون مرتبة وصار اسم كورونا راديته هنا ده نحش على البيت البيت موالتها صارت تكون yellow pigment cells نسمي luteal cells اسم تغير من granulose إلى luteal cell زين هسا نجي هسا شما دري ها أكو فرتلازيش اللو ما واسا هذا السؤال بقى هذا السؤال حاير بدماغنا شما دري هاي صاير عندي فرتلازيش اللو زين يعني منو علمها هسا أقول لكم شون تعلمت يقول إذا صار فرتلازيش شي صار عندي صار عندي امبريو دا ينمو من ينمو الامبريو شوفوا الفرتلازيش نبدي أول ما نصر راح للفنبريا راح للأوورين هنا يصار عند الفرتلازيش وراها يصار داي ون داي تو داي تري داي فور داي الحاد فتست تيام سبع تيام داخل أوورين تو بيوصل للوتراز ينافض عندي كم يوم عندي بيضة مخصبة كم يوم زين هاي البيضة المخصبة يعني صار عندي طفي بالطريقة هذا الطفل شي سوي لي فرز لي فد هرمون هذا الهرمون اللي يساعد انه يكمل الكوربس لوتيا دامنا هسا هرمون سكرت باي سوري هاي الأيام أول ما توصل هي بعدها أول ستة يام اندي بعدها عندي بروجسترون أورجي تتذكرون نقلت لكم لحتى تسعة تيام عندي بروجسترون زين بروجسترون يعني أول ما يوصل احنا خلال تقريبا ستة يام هو بالوورين يوصل للوتراز مناك يصير بيمبلانتيشن ووافح اليمبلانتيشن هناك ليش لنعندي بروجسترون بعدها ما واصل دي ناين من يوصل يعني دي ناين احنا نريد بعد يقل البروجسترون ورا دي ناين هنا عندي الطفل بالدي ناين وبالدي تين الطفل هناك مغروز داخل يترس يفرز لي هو هذا الهرمون الحمل يعني اللي يجون يقولون والله متأخر علينا الدور شا ندسهم على هذا السي جي السي جي تايتر نسوي لهم فمن يكون عالي معناته حامل إذن هذا الهرمون تايتر human chorionic gonadotropin هذا يجي من الديفولوبين الامبريو الامبريو وبعدين أشرح لكم شون يفرز لهذا الهرمون إذن صار عدي هرمون الحمل سميه human chorionic gonadotropin اللي صار من الطفل أول ما نخرس باليوترس صار عدي هذا الهرمون يروح للمضر المضر يقول شغلكم أنتو أبو الكوربس لتوقفون زين فتكمل تكمل البروجسترون لحد أربعة تشهر افتعام ناسا دكتورة لم يكن السؤال إذا ما فسحنا ليش ما تخلون الأسلام بالأخي يلا سأقولي بعدين قول شنو السؤال دكتورة يعني أنت قلت لحد أربعة تشهر البلسنتة هي اللي رح تفرز الهرمون هرمون أول شيء أو أربعة تشهر كوربس لتيم تمام دكتورة قلت يعني لحد أربعة تشهر بعد هتكمل البلسنتة دكتورة إذا قبل هاي الأربعة تشهر صارف يعني مثلا يعني ما ما نفرز هرمون بروجسترون فصر عندهم ثلاث أبورشن ها تمام هذور يصر عندهم مسقه صر عندهم بليدين لازم ننطيم بروجسترون وإذا عدكم أمهاتكم أخواتكم أي أمهات شيء بالعائلة سألوا شوفوا يعني تشوفون مثلا صار عندي أوجاع صار عندي آلام صار عندي بليدين وأني حامل شهرين فهذا معنات بروجسترون قل صح كلامك معنات ما يفرز هواي رأسنا الدكتورة اللي قال نيكولج راح تكتب لها تكتب لها بروجسترون تعويق يا أبار إلا علاج إلا علاج طبعا لازم علاج اللحد عليها وإلا يصر عندها إسقاط مليون بالمئة تمام دكتورة يا حيات على عيوني continue to produce till the end of the fourth month هسا لحد نهاية الشهر مثل ما قلت لكم شهر الرابع عندي الكوربس لوتيم هو هذا سيد الموقف أنقذ لي الحم المال سوالي بروجسترون ساعد لي على الطفل حتى يبقى أوكي هسا نجي أوكي هسا لازم ترى الإمبريور كلها عبارة عن إماجينيشن هسا الإماجينيشن هسا إحنا قلنا البيضة الملكة طلعت ويالحاش يمالتها وين راحت راحت الفمبيريا يعني الفمبيريا أو فالوبيا نتوب بفور الأوفوليشن الفمبيريا أوفذ 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 يعني مثل المكناسة هذه الفمبيريا القمع أو بداية الوال بداية الفلوبيا نتوب شي سوى لي يجي قريب من الأوفري ويسوى مثل حركة المكناسة المكناسة الكهربائية يعني يمص الثمبيريا المكناسة الكهربائية المكناسة الكهربائية ويسوى المكناسة الكهربائية درسواتي وهناك الكثير من المنطقة ثانيا ثانيا محاطب بخلط المنطقة يوضعوهم يفعلون شورهم مرتبة أكثر على شورية المنطقة وينابع مدرد وهذا يفعل ذلك هذا يملك الوحيد ويوجد داخل وهناك سيليا سيلية وهذا يقوم بشيئة ثم نحوة تحلل في الهولة وهذا يقوم بشيئة تساعد الأمكس مستخدمة داخل الأمكس إلى حد ما يصل إلى الأمكس 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 أمكس حتى تحلل الأمكس في الأمكس أحضر الأمكس الثاني يعني شوفوا احنا قلنا بالملايينين فرز السبيرمات بس 1% of the deposited individual enter the cervix. خلي شوف منو فاتح المايك. هنان والمايك فاتحة سديدة يدخل علينا أصوات. يلا هسه هنا هناش عديم. هسه عندي سبيرم موجودة كل دخل داخل الفاجينة. واحد بس 1% of the sperm deposited in the vagina enter the cervix. مثل اذا عندي 15 مليون فحسب واحد بالمئة منها 15 مليون يدخلون بالcervex داخل the uterus. موجودة السبيرم من ال cervix to the uterine tube occurs by muscular contraction of the uterus and uterine tube and by their own propulsion. يعني شوفوا يعني السبيرم هو بي حركة بس هو الحركة مالتها تقل داخل يعني هو ما متعود على الجو مالتها هو جو مالتها واحد. فمن يوصل داخل الفاجينة الحركة مالتها اوكي بالبداية بالفاجينة اوكي. بعد من يوصل داخل يوترس الحركة مالتها تقل فمن يساعد على انه توصل لحد التوب حركة اليوترس نفسها يصبح عندي كونتراكشن ويالبروبشن مثل السبيرم نفسها اتنين عطم يدخلوا لي للتيوب. اوكي زيان وان ريشنك في اسماس اسماس يعني الفوق متى اليوترس الفوق هانية مالتها. السبيرم بيكم ليس موتايل انها راح يكون الحركة فاد مرة معكو. هناك توقف من توصل لحد النهاية تخل نقول بداية التوب من يوصل بداية التوب بداية هذا النفق هناك توقف شوفوا كل شيء الله خالق بميزان ومعيار يعني كل شيء لازم هاي اذا يعني تخيلوه تشوفون عظمة الخالق يعني شوف هذا الاسبيم سوى يعني صح الحركة مالتها اقل بس اليوترس ساعد ان يحكم الحركة مالتها لحد التوب زيان يمال التوب يوقف. هناك يقول اذا اكو بيضة ادخل اذا ما اكو ليش عاني اكمل لحد التوب. اوكي؟ فهنا اذا عندي أوفليشن وعندي بيضة سبيم اجين بكم موتايل يفرز الحركة بسبب شنو فرز هاي الحركة رجعت لها بسبب وهنا هام اكو دراسات يعني مكلش متأكدين من هذا الحاجة فيقول اكيد البيضة تفرز لي كيمو اتراكتنز وما نعرف شنو هاي اللي نعرضة معروفة كان يقولون فلان هرمون او فلان انزيم بس نقول لا كيمو اتراكتنز هذا اللي سوي لي اتراكشن يعني هاي المادة اللي تفرزها خلي نقول للي سبيم صر عدي فتشي جاذبية يقول اكو هنا بيضة راح تبدي تحت تتحرك مرة ثانية صار عندي موفمين اجين لين عندي اوفم سويم تود الامبولة هذا الامبولة العمق لين اعمق مكان بالتوب والامبولة فيوصل الامبولة والفرتليزيشن اكر هناك يصير فرتليزيشن اوكي يسمي ليش يعني هناك يقول لي انه هو الوايدست part of the tube وكلوز to the ovary قريب للأوفري وهو هذا يعني اوسع مكان فهناك يصير عندي الفرتليزيشن هزين هسا معنى راح تهيل نتالي نتالي هنا هنا ثانية الويندوه هنا هنا سperماتس زور هزين سوف طلاع ثانية او يمو كل ادار من يقدر يخترب من البيضة لازم تسوي لها فتعملتين يلا توصل فليوصلون مو قلة 1% يوصلون هذو الـ 1% يصار بهم عمليات capacitation وخصوم reaction هل تو بروسس إذا صار يلا نقدر نكمل إزين ندي شلو معنى الـ capacitation Capacitation هو a period of conditioning in the female genital tract تقريبا 7 hours هاي رحلة مع التلسبرم داخل أول ما وصل من السيرفكس لحد الاسمس اهنا مو خذنا 7 ساعات اهنا شي صار بي صار بي capacitation اللي وشنو وشنو glycoprotein coat and seminal plasma protein هذور شغلات زيادة proteينات دائر ما دائرها ما نريدها احنا ما نريدها from the acrosomal region خصوصا بالمقدمة مالتها ذولي يروحون يوخرون من الراس مالتها نسميه capacitation due to interaction between the sperm والميوكوزمات الـ uterine tube اهنا من دخل بالـ uterine tube رح يصير احتكاك بين راس الـ sperm وبين هذا الـ tube اهنا شي صار عندي ما يبقى هذولي اذا نسميه عملية الـ capacitation نجي العملية ثانية وشنو يعني شوفوا هذا خلي نقول مقطع تخلي نقول شون يقطون الراس الراس يصير خالي من البروتينات وخالي من الـ layers ردفت شي يعني حاد ويوصل لحد البيضة اول شي صار capacitation ثاني شي شي صير يصير اكروسومal reaction اللي هو اكر الاكروسومal reaction ازيان جست الـ capacitated تسبب دولي اللي راسهم مخطوطة وحاضرة ولي ما بياه بروتينا دولي يوصلون يوم البيضة البقية اللي ما صار بي capacitation ولي براسه اكو بروتينا ما يقتربون البيضة اصلا دولي يبقون اللي ورا ينذبون خلاص مردكم اللي يجون اللي دولي راسهم مخطوطة وجاية دولي يدخلون داخل البيضة ازيان موحن البيضة هي خوموما اللي يرواحد دائر مدائره كوما اللي يراد ازيان افتر بايندن تو دزونا بلوسيدة يساكو مجموعة من الكباسيتيت تسبب اللي راسهم مخطوطة يجون يدخلون بالزونا بلوسيدة اهناك اش يصر عندي الزونا مات البيضة يساوي لي فات بروتين يحفز الاسبام يقول لي نريد انزيم شنسميها الانزيم اكروسين تربسين لايك سبستانس هاي الاكروسين من اسمه انزيم شوية يذوب للأكروسوم اكروسوم اللي قلنا القبعة مالة الراس اللي نطفع هاذا الاكروسين شي ساوي لي needed to penetrate the zona بلوسيدة يعني شوفوا الزونا الساعة البيضة حتى تساوي لها penetration الزونا ميصر بي penetration سهل الكباسيتيت يوصل اليم الزونا ما تقدر تخترقها ابت توقف يمها من توقف يمها صار عندي بايند الراس وصل لح يم الزونا زونا حسد اكو راس يمها فمن حسد اكو راس سوالي شنو سوالي زونا بروتين زونا بروتين يحفز الاسبام يقول نريد اكروسين اكروسين حتى شنو حتى يقطون راس الأكروسوم اكثر حتى تقدر تدخل لزونا نفسها إذن الزونا بروتين هذا الليرمات البيضة هي اللي ساعدت على اختراق بيدها فقط الاسبام يمكن الاسبام تدخل الاسبام يمكن اكروسوم راكشن هزا شفتوا العمليات شون الصين اول شي الاسبام اثناء الرحلة تور البيضة خلن نقول الايق هاي الرحلة الاسبام وحنا قلنا لحد الاسمس شا ما بها حركة وقف الحركة هسا ورا الاسمس يروح للتيوب لان عندي بيضة رح للتيوب صار بي تخلص من البروتيين مو كلا اكو بهم يتخلصون فاللي ما يتخلصون يبقون واللي يتخلصون يروحون يكملون من الشوار لحد البيضة شغلهم وحنا يوصلون للبيضة وصلوا للكورونا رادياتة هاي شعة الشمس الدائر مدار الخلال المساعدة يخترقوها جس وصلوا للزونا الزونا ما يقدرون يخترقوها إذا هي ما تنطيكم المفتاح وصلوا للزونا الزونا قال هاكم البروتين زونا بروتين من ياخذون البروتين ينطوني أكروسين هاي الأكروسين يذويب الأكروسوم ويساعد على اختراق الاسبام into the زونا زين فايسس أو فرتيليزيشن عندي ثري فايسس الفرتيليزيشن هي مو رأسا فرتيليزيشن وإنما سي لازم فايسس أول شي أندي penetration of the corona راضي أنتوا لازم تخيلون البيضة واللييرات معلتها أول شي دائما دائرها الشعة الشمس الحاشية ثاني لير زونا هذا ثيك لير غلايكو بروتين هاي زونا ثالث لير بلازما بمبرين شفتوا الليرات معلتها إذن محاطة بطبقات زين هسا نيجي أول شي coronary هاي الحاشية مالتها يقول تقريبا 200 إلى 300 مليون سبير ديبوز ديبوز دي في مل جين سر تر ملي 300 إلى 500 ريج ملي كلها تصل مثل ما قلت لكم 300 إلى 500 ريج ملي شفتوا يعني شوف منها كومة ملايين حتى اثنين منريد نريد بس واحد يعني حتى اثنين منريد وحسا شي صار دول only capacitation can pass the coronary data مثل ما قلت لكم أول لير يعني شوف هي selection of selection of selection أول لير اللي هو coronary data ما حد يقدر يخترق إلا إذا صار بي capacitation فدول اللي ما صار بهم capacitation هذا منريد بس اللي صار بهم capacitation يدخلون بالcorona data زي يوصلون للفاس التاني ذول اللي صار بهم capacitation اخترقوا لزونا الكورونا data هس يوصلوا لمرحلة الثانية اللي هو الزونا خلي نشوف الزونا شون يخترقوا شرح ناقبل شوية زونا pillocita هي اللي سوي facilitate and maintain sperm binding هي اللي ساعد على sperm binding وساعد l-acrosome reaction by zona protein ها افتهمناها زين شون ساعدها بسط إنزام اللي هو l-acrosine produced by the sperm facilitate its penetration into the zona and come in contact with the plasma membrane اللي الثالث اذا اخترقوا او اخترق ال-sperm اخترق الزونا pillocita وصل لل plasma membrane this contact leads to release of شوفوا هسا تتخيلون 200 300 عندي sperm اخترقون زين ليش بس sperm واحد وصل لل plasma membrane مو هس هس هنا يجي العلم شوفوا يقول اول ما يوصل ال-contact بين المembrane مالة وبين ال-sperm اول sperm يوصل شي سوي ال-isosomal enzyme from the cortical granules شي كول اكو cortical granules داخل البيضاء lining the plasma membrane of the oocyte هذه in turn this enzyme alter sorry alter the properties of the zona plocida يصل عندي zona reaction to prevent other sperm penetration ما ما تخيلتوا تخيلوا انت مجموعة sperm داخل داخل اول راس sperm يوصل للبيضاء اول راس يوصل للبيضاء يوصل للplasma membrane رأص يصير عندي lysosomal enzymes موجودة داخل الplasma membrane من inner layer من outer layer لدي sperm تريد يخترق inner layer عندي lysosomal enzymes هاي الانزام يغير للكيلون شون يعني يغير المفتاح إذا ذول كلهم اجوا كان عندهم رسبترات وكملوا فهذول اول ما دخل اول sperm ويندمج بال layer الثالث يغير لألطر بالزونا بلوسيد فذول كلهم نحبسون داخل الزونا البقية اللي يري تخترق اللي بعد هم اخترق عن النص اللي تري توصل للبيضة كلهم بعد ينحبسون ما يقدرون يكملون ليش لانصار عندي change بال properties ما لات تغير من سوا لها change اول sperm مصل للبيضة غير لي باي lysosomal enzymes اكو granules cortical granules موجودة داخل خلية نفسة داخل الأوس يغير للكيلون مثل زون بلوسيدة اذا حتى ما يصر عندي multi sperm فاذا صار عندي اي خربة به العملية يصر عندي ابن يجون يخترقون البيضة يصر عندي مثلا طفل مطبيعي يعني كل شو مثلا مثلا اربع ازواج عنده اثلاث ازواج عنده دول يما يعيشون يمثلا يكملون في أسبوعين ويموتون زين هنا الخربطة هس نجي فيس الثالث اللي هو شنو عندي الممبرين اكترال فيوجل هنا شي يصر عندي فيوجل بين وبين الاسبير ممبرين يعني عندي الاسبير بيميمبرين والأو صيد بيميمبرين فهنا يصر عندي فيوجل بالممبرين حتى المحتوى اثنين لا تتندم السوى فهنا من نحكي السيل ممبرين مثل السبام ما نحكي عليه السيل ممبرين محترم خطيئة وكله بالطريق قطو ما بقى بقى نص السيل ممبرين كله مثل المقدمة كله رايحة بالكبازيتيشن والأكروسوم ري اكشن مثل ما شرحنا تذكرون زين فيقول هو اكتشوالي الفيوشن ايز اكملوش بتون دي اوصيت ممبرين ويالممبرين كفرز بوستيرير بار ما عندي انتيرير بارد كلها راحة اوكي مثل ما قل لي بالأكروسوم ري اكشن بالجسبة كلها راحة هسا نجي يعني الهيد مكونات الهيد والتيل كلها تدخل داخل سيتو بلازم of the oocyte but the plasma membrane left outside ما نريد البلازم الممبرين نحنا when the spermatozoa enters the oocyte نحنا شي صر عندي رح يصر عندي responding in three ways اول ما دخل هو كل شي يحفز شغلات فهنا دخل جينات ومواد ورافية وشي جي جي دخل داخل خلية شي صر عندي مثل ما قلت لكم اول شي الكورتيكل والزونة ري اكشل هاي بالبدأ اول شي صار حتى ميلي جيني غير سبهم اول تغيير صار الايسوسومة الانزايم كورتيكل مثل ما قلت لكم ري اكشن كورتيكل ري اكشن زونة ري اكشن كورتيكل ري اكشن من الشسمة كورتيكل عن قصدنا الموجودة بالسيل ممبرين وزونة ري اكشن قصدنا بالزونة هالري اكشنات اللي يغير للكيلون حتى ما يدخل لبقية الاسبرمات ثاني حركة شي صار عندي هنا اول ما دخل شوفوا البيضة جدا تنبل الـ حد ما صارت ماتشور صار أوفوليشن بالأوفوليشن تكمل ماتشو تدخل بالماتشو ماتشو ما تكمل يعني اذا الفيميل اذا ما تتزوج الظل ما تشوف ماتشو ما تكمل اللهم اذا صار عدا فرتلازيشن يلا تكمل ماتشو فتعمنا صار فرتلازيشن والاسبهم داخل يلا تكمل الماتشو الدفجن الثاني وتؤدي الى تحويله الى ماتشور انوش اس كروموسوم arrange themself in فسيكيونر نيكريس من يتحول الى ماتشور من يصر ماتشور النيكريس ماتا تتمحور وتتدور وتصر pronيكريس يعني شكلي يكون يتحول الى female pronيكريس هنا شي صار عندي تغييرات بعد metabolic activity هو يصر عندي ليش الى ايج اللي صار عبارة عن خليطين فلازم انا اكتفتي اكثر اريد metabolism اكثر اريد اتغذية فالى ايج هي تغذي الطفل الى ايج هي تغذي الطفل اول اسبوع افتهموا هاي الى ايج وبالمتابوليك اكتفتي ما لاتها من تزداد هي اللي تغذي الطفل المتكون الامبريو المتكون اول اسبوع الى تتغذي عن طريق البيضة بس ما كو دم يوصل لها من الفيميل ولا شي تتتغذي اول ايامها عن طريق الى ايج نفسه هي الى ايج هي اللي تفرز لي metabolic activity وبروتيين يساعدوني على نمو البيضة المخصبة الاسبرماتوزوة meanwhile moves forward until it lies close to the female pronocleus والاسبرماتوزوة داخل الخلية مالتنا هاي النيوكليس مالتنا هم تتحول الى male pronocleus لان هاي تتحضر حتى يندمجون حتى يصير عبارة عن خلية واحدة احنا مريد خليتين كل واحدة واحد لا نريد بيت واحد the male and female pronocleus lose their nuclear envelope and fuse together forming الزاي قط هسا نجيل مواد الوراثية ما الاثنين هم يندمجون سوى ويصرون زاي قط هسا اول embryo اسم شنو زاي قط هسا نجيل embryo الى اسامي اول اسم الى شنو زاي قط هسا نجيل إذا قلت لكم شن المال result of fertilization يعني صار fertilization شست هذي ثاني result my restoration of the diaper number يعني اول ما صار fertilization اندمجوا ثان صار عندي 46 كرم ثانيا الفertilization سوي تحديد الجنس سواء كان XX or XY ثالثا الفertilization هذا لو ما يصير ما يكمل طبعا هو هذا initiation of cleavage هسا نجيل نشر على cleavage شنو معناته زي without fertilization the Oocyte usually degenerates 24 hours after ovulation يعني تبقى هي ماتور تنتظر وهي arrested طبعا بالميوس ستو ما تكمل ما كو سبيم راح تكمل حياتها خطية لحد 24 يوم ورا سي ب degeneration وال وال يوترس كمل لحد 19 تيام ورا ما كو حمل توقف هم راح يصير demonstration كلها تنزل بالميوس كلها تنزل بالميوس دكتورة بس سؤال بل ازحنا قول يعني دكتور هس عرفنا بالحالة الطبيعية لعد اذا كان عندي ال contraceptive درا هذا خرح الميك والله يا اخي العزي شو اسمك عامر هذا السؤال رأت ل فتقلق الربع ساعة جاوبك جاوبك بالاخير لصلا عندي مجال يعني اللي نتدري شنوعيني ال contraception عبارة عن هورمون فنحن نلعب بالهرمونات مال فيما عبالك الكنتراس تفشي هين هذا نلعب بالهرمونات النور مالتنا بحاج من نسوي أوفليش أصلا يعني نسوي فريزين للأوفم فهذه نزيد من هذا نقلل من هذا مرات 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 جاست بروجي سرون مرات ان نطيها من ثاني لازم تبتي تاخذ حتى هي مالتها ما تنفرز بس تاخذ هذا اللي بيها هرمونات فهذه هرمونات من نخربطها نخربط على الأوفم فهي تقول مالتها شنو ما عندي أوفليش أصلا لأن ليش ما يصر عندهم حمل لأن ما كو أوفليش فهي بيها خربط كون نسوي عن طريق بالتلاعب الهرمونات هذا شي بسيط ما يصر عندنا ما يصر ما يصر عندهم أوفليش بس يصر عندهم بسيط اللي هو شادي أوفذ والمات اللي صار بي بروليف لتطلع بالميس مالتها ما يصر عندهم وفليش هسا نجي هنا مبين كلش واضحة شون صار عندي دخال الشباب شوف هنا شوف هذا كورونا رادي تا هذا الزونا بلوسيدة أقول تأشير طلعت طلاب نعم دكتور يطلب نعم دكتور هنا هذا كورونا رادي وهذا الزونا بلوسيدة وهذا البلازم مبري هسا أول لير وهذا الثاني وهذا الثالث لير دخلوا شوفوا هنا احنا قلنا سكن بعد ما مكمل لحد ما يوصل الاسبير يلا تكمل شفتوا من وصل يلا صار مات شور ازا اول اسبير دخل شفتوا غير الكيلون سوولنا زون وكورت بحيث البقية كل ما نحب سوه هناك شفتوا بس ما حد دخل ازين اول ما دخل احنا مريد التيل هذا موجود الميل صار ميل برونيكولوس والفيمير برونيكولوس هنا قريبين من معظ يندمجون سوا صار عبارة هنا اش عندي زايقوت هذا زايقوت شي صار عندي ها شفتوا هنا اكو بولر بدي لان احنا اول ما دخل الاسبير هذا شنو كمل السيكن مايوتوك ديفجن ومن يكمل السيكن مايوتوك ديفجن رح صار عندي بولر بدي استذكرون فهذا البولر بدي كل واحد مكان هذا يعني ما لشغل معين يعني تقولون فلان شغل هذا اسمها بولر بدي هنا بدأ لكليفج يعني خلية واحدة صار خليتين هذا نسمي كليفج دائم نسا حسنا زايقوت اول اسم ورا الايق صار اسم زايقوت كليفج يعني وزي زايقوت has reached the two cell stage it undergoes a series of my total divisions increasing the number يعني شوفوا احنا حجم البيضة ما رح تكبر البيضة يبقى نفس الحجم بس داخلها تنقسم انقسام ورا انقسام ورا يزداد عندي number of cells بدون ما يتغير عندي الحجمات ال ايق خلي نقول هنا هاي الخلايا من تنقسم انسمي شوف هاي الاسامي مهمة انسمي بلاستومير بلاستومير انسمي which becomes smaller with each division ليش مثل ما قلتلكم احنا نريد الخلية تبقى داخل البيضة مر يتاخد اكبر من حجم البيضة فش راح يصير اصغر كل ما يصير الدفجن اصغر الحجم اكثر لحد ما حتى ما ياخذ capacity اكثر وهاي الخلايا خلي ما تنزاق وتنسمي بلاستومير which becomes smaller with each division until 8 sell then they are loosely arranged after the third cleavage مش اول صار 2 ثاني صار 4 ثالث صار 8 they arranged together by tight junction and semi compaction هالعملية segregates inner cell from outer cell اي شوفو بالبدا تحان لوز شوية arrangement بعدين ورا الثالث cleavage راح يكون عندي compaction راح سن عندي مجموعة من راح يبدون يسوون بيت واحد قول احنا من هسا لازم ننفصل من ثالث cleavage سو بيت واحد مجموعة خلايا صار واحد عن مجموعة خلايا اكو inner cell outer cell تأمنا اذا سألتكم من يا cleavage يبدي compaction التي نقول compact junction between the cells تقول من ثالث cleavage من صار 8 خلايا زال approximately 3 days after fertilization هاس احنا day 1 عندي day 2 عندي شنسمي divide again to form moriola من زايقوت كان اول شي سمينا شنو moriola المoriola عبارة عن 16 خلية مثل ما قلت لكم ساوب وحد مجموعة خلايا inner مجموعة خلايا outer cell كلهم من الزايقوت جاين كلهم حشال نفس الجينات بس ال inner cell embryo outer cell لحي بس placenta لازم تعرفون placenta عبارة عن جزء من الطفل نفسه لنعطوهم كانوا نفس البيض المخصبة نفسها نصار embryo نصار placenta فا sometimes when we want to do genetic evaluation for the baby for the embryo we take apart from the placenta and do chromosomal analysis we see that if there is any defect we can detect it from the placenta without harming the baby ناخد جزء من placenta ونقدر نحدد الجينات من البابي لانو مثينات من نفس الorigin okay زي هسا البلastocyst formation هسا كان اسم موريولا راح تحول اسم الى بلastocyst شوف الاسامي لازم تحفظوها كان زيغوت صار موريولا 16 خالية هسا اسم مواصل مواصل تقريبا بالday 6 يلا 5 6 ومن توصل هم يصر اصلا implantation ورا يوم يلا اصلا implantation هسا شوفكم صورة كلش واضحة هسا وصل لل cavity uterine cavity هنا fluid begins to penetrate نحن cavity يعد fluid باللترس penetrate through the zona into the intercellular space inner cell mass which gradually become confluent forms single cavity blastocyin يعني يدخل به fluid داخل الموريولا يتحول من يدخل به fluid يتحول الى blastocyis اسمه اول ما دخل fluid اول ما دخل لحد باللترس يتحول من الموريولا الى blastocyis ليش يسمى blastocyis يندخل به هو طبعا الخلاء يسمى blastomere والfluود اللي يدخل لها يكون blastocyil seal يعني cavity فكل كلمة يعني ما شوفوا blast من الطفل اللي قلنا سمينا blast فblastocyil cavity مالتها blastocyis هي اسمها blastomere خلاء مالتها اوكي زي the inner cell mass now نسمى شنو embryo blast outer cell نسمى trophoblast اذا صار عندي embryo blast و trophoblast التrophoblast يعني شنو من يجي عليكم هاي المصطلح trophoblast هذي معنات placenta اوكي فهسا هاي بس الصورة حتى واضحة لكم بعد خلصنا احنا هذي صورة توضح هذا الحد شي كل هنا صار عندي ovulation ازين هنا وراء 24 اوار اذا عندي sperm اهلا ونسأل اذا ما يحصل بي degeneration تعرفون احنا ممكن يحصل بي degeneration هسا اكو sperm اوكي اذا عندي fertilization وعرف الفertilization والعمليات والتعقيق الدات ما لات كل اش رحنا بعدين صار عندي pronucleus هنا صار عندي damage هنا صار اسم zygote بدأ اول يوم cleavage اول cleavage after three days هذي تقريبا يوم ونص هذي وراء ثلاث يام شوف هالرحلة بعدها ثلاث يام صار شنو اسمه وراء ثلاث يام بريوم الرابع يتحول الى moriola هذي هذا moriola صار 16 خلية هنا دخل باليوترس صار اسم blastocyst وكون عندي هذا بلاستوسيل وصار عندي inner cell outer cell inner cell هنا هذا embryoblast والouther cell هو trophoblast هنا تقريبا خمس ايام او ست ايام شوف بالday 6 يصير ب implantation او ازين هنا صار عندي implantation فاذا عندي implantation هذا اليما هذا day 9 قصدنا مات السايكل مات الفيما نفسها هنا day 9 اكو اكو خلي نقول blastocyst اذا اكو ACG من اكو ACG يحفز حفزولي على corpus luthium نريد تكملة نريد بعد progesterone اذا هنا هذا day 9 وما عندي fertilization اذا هذه العملات كلها ما اكو اذا day 9 نهاية تحدى يقول ما عندي progesterone هذا بعد يوقف اذا تحاول لها corpus luthium البican وخلاص بعد ما عندي progesterone راح يصير عندي shedding لهذا الwall بالmenstrual cycle هذا هذا اخر سلايد مجرد يعادة احنا قلنا proliferative stage وعدنا secretary stage حتى تعرفون شنو هذا الwall matolyutras consist of endometrium myometrium premetrium الendometrium undergoes cycle يعني لا myo ولا التغييرات اللي يصير كلها بال endometrium وحتى غرز الطفل يكون بال endometrium وكل شي يصير بال endometrium اول شي عندي menstrual phase 3-4 to sometimes 7 days when fertilization not occur leads to shedding of endometrium هذا shedding يصير ثاني stage proliferative او follicular اول اسبوعين begins after menstruation من كان سوالي منو سوالي هذا stage وشرحنا بالبداية estrogen هذا لي طبعا طرل to the growth of the ovarian follicle تذكر رون قلت لكم اول اسبوعين البيت مات البيض البيض اللي هو ovarian follicle منو حفز لها FSH ويا ما كبر البيت صار عندي estrogen سوالي proliferative phase هسا نجي المرحلة الثانية الاسبوعين التكملة هنا begins 2-3 days after ovulation سببا شنو progesterone ليش سوالي هال stage become spongy compact and ready for implantation البيت على مت هايصان ال fertilization does not occur shedding رح يصر عندي للليارات ال spongy والcompact الليار مثل الendometrium كلها تطلع بالميس مع هذا البيض الليار ما يطلع عنه وهذا البيزل هو المحفز الendometrium بلايرات ببيزل spongy compact ال spongy والcompact دول اللي يكثرون ويروحون بالmenstrual cycle بالcycle الثاني البيزل الريم كون ال spongy compact وهكذا إذن بس البيزل يبقى هو هذا الورج ما لك الendometrium وخلصنا هسا هذي صورة توضيحية للمحاضرة كلها يعني شون كل face وشي صر هذي إن شاء الله محاضرة جاية شوية أشرحها أكثر حتى يكون مراجع لكم للمحاضرة الثالثة يلا الطلاب أي واحد عنده سؤال شي أنا شوية جيت متأخرة على متأخذة فت عسي 12 وست دقائق يعني دكتورة ممكن السؤال ذا ماكوز أحمد تقول عيني تفضلي دكتورة ولو يمكن السؤال مو هلقيت متعلق بالمحاضرة بس خطر على بالي وأنتي تفرحين التالمان السبيرم يعني تحديدا بها فترة هو يبدي يعني يتحلل ويخطفي هو أول ما وصلت مثل ما قلنا السبيرم داخل النيوكليوس أول ما تحول مو قلنا هذا حفز لي إنه تكمل تحول إلى برونيوكليوس وكمل الميوسيس وصار الميل هم رأسا يعني تحول النيوكليوس إلى برونيوكليوس بعد ما تحتاج رأسا أول ما تحول النيوكليوس بعد ما تحتاج للتال ما رأسا رأسا برونيوكليوس قريبين من بعض التال يتوخر بعدها أصلا ما تبقى تضمحل لأن ما به شي ذاك المواد القوية يقول يعني وين تروح يستوي بها هي عبارة عن فتشغلات بروتينات بسيطة وكل تضمحل بس يبقى عدل ماذا يزداد بالحمل قلنا هذا من يفرز هذا الهرمون لماذا نفعل هذا الهرمون لأن أول ما يصير اول ما الطفل ينغرز داخل رحمة الطفل تفرز هذا الهرمون هذا الهرمون مو الطفل وإحنا قلنا هي عبارة عن جزئين جزء طفل جزء بلاسنتا البلاسنتا هي لتفرز هذا الهرمون تفرز يعني كإثبات وجود يابا عندي هومان كورونادوتروبين هذا من يروح للبلد هذه مثلا سيتحلي مثلا بلد أو سرم نشوف هومان كورونادوتروبين هواية إذن أكو حمل لأن هذه مايجي من الأم نفسه تيجي من البلاسنتا إذا ما دام عدى بلاسنتا إذن عدى حمل STG دكتورة STG HCG HCG إذن دكتورة النور مرى إن جمالت HCG هو جدي يعني عالم وهذا نورمال جينج نورمال رينج يختلف من مختبر إلى مختبر بس هو بيها نسب عن من أدزهم حتى مرات مو بس أعرف هذا أعرف كم بي بي شايلين مرات وحتى أعرف مثلا بدايته وكم أسبوع هو 5 ديس من يتأخر إحنا من ندزه يقول إذا نسبته من أول إذا أقل من 2 ما قدري والله ميلي جرام بير تسيلة ترفتشي أقل من 2 ما محسوب حمل إذا من 2 لحد الخمسين نحس بكويري يعني يا حامل لا ما متأكدين يعني من كل شوائي بس منيوصل للمية فما فوق هذا أكيد حمل فمرات مثلا تقول لي مثلا متأخرة يومين ثلاثة ونسوي لها يطلع فت ألف هاي يا حامل من وكت ما تدرب موعدها يا شايلة مثلا أطفال اثنين لأن هواي نسبة إحنا هل مثلا بالآلاف هي أصلا من المختبر من يدزون يجيبون كتات هذا كتات يعني شغلات مختبرية فيجيبون يقول إحنا بنسبة إلنا إذا هل قد إلى هل قد معنات هل قد هل قد إلى هل قد هل قد فإذا نحنا نقارن هي حسب حد شيها خمسة يامة أخر إذا أشوف أنا مثلا دبل أو تربل هذا الرقم أقول لها جزية شايلة أكثر من طفل أو جزية مخربطة بالرقم المنسب بالتاريخ يعني مو شرط بس إذا أقل من اثنين يعني أعطى مو حامل بعد من عفو دكتور بلازحنا بس على الكوزمة الأسبوع الجاي عيوان تبالكم شوف عيني هس آني هاي المحاضرة كلش مهمة أريد دخل هاي المحاضرة هم على مدار مكوزتكم فهاي المحاضرة كلش مهمة وحلوة فأريدكم اليوم تقروها حتى الأسبوع الجاي إن شاء الله أجيب لكم فتشي يمن الأولى يمن الثانية يمن الثالثة أو يجوز مثلا إذا طولنا بالكوز مثلا أجيب من كل زلعني هاي المداخل والله بعد نشوف أختار فت وقت بحي أسبوع الجاي محاضرتنا سهلة ما نأخذ وقت هاي نأخذ من وقت المحاضرة أحسن أسبوع الجاي رح نتكي دكتور ليش ما تخلينا بالليل أسبوع الجاي هو أسبوع الجاي إن شاء الله بالليل 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 كيفكم هذا وأنا عادي ما عندي منا يعني إذا عاد يمكم تجون عادي ساعة بثمانية موعد زين يعني مو دكتور إذا هو أصل أمسي كي لأسي والله بعدني ما مختارت لكم إن شاء الله دخلي أسبوع الجاي ننجي بالمحاضرة وبعدين نقول لكم شون طبيعة السؤال زين عيني طبعا ما مستعملين الزون قبل هسه ده يخرج عندي كثير كل ما يخرج ويرجع أسجل اسمي مرة أخرى لو مرة واحدة تكفي مو لا عادي سيسمك موجود أحمد أنت من البداية أنا يعني شرت السلايدات لو ما انتبهت على السلايدات يعني حاضر بداية بس يمكن صار اسمي مسجل ثلاث مرات كل ما يخرج وارجع أرجع إذا صار خرج مرة أخرج لا عادي ما يخالب مو مشكلة بس أهم شي أن تتبهون على المحاضرات وعلى السلايدات عادي تتعودون يعني نحنا من نفس الثاني ثالث محاضرة تعودت علي يعني جديدة كلنا جدد نتعود كلنا بعد موضوع تخجيل الاسم مرة واحدة كافية مرة واحدة كل شي كافية أول مرة تدخل كافية دكتور المحاضرة تتسجل مرة واحدة المحاضرة المحاضرة تسجل إن شاء الله دكتور علي يسجل لمو آني بعد ما أدو يمتى ينزل التسجيل وينزلو بالكلاس دكتور علي سأقولي ينزلكم بالكلاس زناني تمام عشرين دكتور يلا عيون الدكتور المحاضرة والPDF ما تهمين هذا التسجيل والمحاضرة أدزها بعدين المحمد محمد مو محمد ما أعرف له على قولة أحمد جديدين عن شغله ما أعرف له دخل أشوف إذا قدرت أدخل عن طريق الكلاس ما قدرت أدزها للمسؤول مالتكم هذا محمد إذا ويانا محمد محمد طالبان يمكن فتشيتي قال أنا مسؤول مالمرحلة فأول محاضرتين نزلت له دس أدز للمحاضرة ثالثة هم بالتليجرام حتى ينزل لكم أي دكتور هو يرفعها دائما يلا هذا ورح أدز للمحاضرة بالتليجرام وينزل لكم معتكم بعض السؤال مشكورة يلا عيوني إذا أي سؤال شي بالمحاضرة يلا إذا أنتم لازم هذه المحاضرة ترجعوا له إلا تنسون ترى يلا طلاب مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر